لومو ستيك تيغرا أو البعوضة النمرة التي ظهرت بجنوب آسيا وانتشرت مؤخراً في عموم أوروبا تحط الرحالة بالعاصمة مؤخراً وفي مناطق متفرقة من القطر الجزائري من مجموعة 54 نوعاً من البعوض المعروفة في الجزائر تتميز البعوضة النمر بأنها سريعة الانتشار خاصة في المياه العذبة الراكدة التي تعد مناطق مفضلة لتكاثرها المواطن الدور الأساسي هو ما يخليش الماء الراكد خطر المواطن نحن كامل نحن هم اللي نربيه هذه النموزة النموزة هذه ما تعيش في المياه القادرة والمياه تعال الصرف الصحيح يعني في الماء العذب يكون راكد في بعض الأواني صغار هكذا ولا هذوك الطباصة اللي يجيوا فوق المحبسة هكذا كيكون فيهم الماء تقوم البعوضة النمر باللسع في ساعات النهار فقط وتتسبب عادة في تفاعل التهابي في جلد الإنسان وفي حالات يمكن أن تساهم في نشر بعض الأمراض والفيروسات يقدر يكون فيه النقل لبعض الأمراض لعادة نموزة هذه والأمراض هذه يمدوا جنرال ما هو حمة كبيرة يمدوا حمة كبيرة يمدوا يعني التهاف المفاصل يمدوا يعني صداع صداع شديد يعني كيكون عندنا الأعراض هذه لازم نروحه يعني للطبيب وبما أن هذا النوع من البعوض جديد في الجزائر ينصح الخبراء بتجنب الإكثار من الحك لأن ذلك من شأنه أن يتسبب في تعفون الجلد وفيما لا يزال معهد باستير بصدد إجراء التحريات حول طريقة دخول هذه البعوضة وسبل مكافحتها لا زال أغلب الجزائريين يجهلون وجود هذا النوع من البعوض لا أسمعك يا أخوة يا أخوة لا أعرف أنك حتافي كان عندي لا أعرف أنه صغير هذا أسمعك يا أخوة عندي فاميليا وعندهم في الدارة المشكلة يدير دي بلاك دي بلاك هكذا شخوكاري هكذا وكيف هكذا؟ دي بلاك ايه؟ ويطولوا لغاية صدور تحاليل معهد باستير حول البعوضة النمر تبقى الحيطة مطلوبة لأن الوقاية كما تقول القاعدة خير من ألف علاج